الطرح كنا وإحنا بنتكلم مع أستاذ عادل فأنا قلت طيب ما نطرح مسألة جزء من مكتسبات العمل السياسي خلال تقريبا سنة وثمانة شهر لو صح التعبير بدءا من إبريل عشرين اتنين وعشرين وحتى هذه اللحظة وفيها مشهد ساطع اسمه الانتخابات الرئاسية هذا السطوع أنا حسيت مجرد طرحة صحيحوني أنا غلطان حسيت أنه جزء منه هو المجتمع يثق فأن هناك مصار ديمقراطي واضح فيه تعددية حزبية وتعددية ايدولوجيات وحرية في الرأي وفي التعبير الذهاب إلى مراكز الاقتراع أختار فريد زهران أختار حزم عمر أختار عبدالسنة دي أما حفظ اللقب واضل الاحترام والتأدير لكل أختار المرشحة عبدالسنة حسيسي أنا حر صحيح أنه النهاردة في الوطن عملنا عنوان يعني يلخص ما تقوله ثلاثة أيام من الديمقراطية في الجمهورية الجديدة لو ما لقي في الوطن عاملين ملف عن ما تصفه الآن يا يوسف ثلاثة أيام من الديمقراطية في الجمهورية الجديدة لأول مرة تفرز الانتكابات الرئاسية أربعة مرشحين يقف خلف كل مرشح منهم حزب سياسي حتى المرشح السيد عبدالفتاح السيسي دقف في بعض الأحزاب أعلنت دعمها لي زي حماة وطن تكلم مرشح عن مستقل صحيح مستقل ولم ينتمي لأي حزب ولكن أنا أتكلمك عنها حزبية في حزبين كبار جدا مستقبل وطن وحماة وطن أعلنوا دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نأتي للمرشح الآخر حركة تتكلم عنه أستاذ فريد زهران اليساري يعني الشريف والشرس جدا ومن يعني من أقوى المعارضين للنظام المصري ولكن عشان الناس تفهم يعني إيه معارضة جماعته أو هو لم يفكروا في حمل السلاح في وجه الدولة أبدا لم يخرج ليقتات في الخارج من معارضته صح لم يتآمر على الدولة يعارض من أرض مصر يقول رأيه في الرئيس عبدالفتاح السيسي من داك الحدود أرض مصر يشتبك مع قرارات الرئيس من داك الحدود أرض مصر حدثك لسه ضرب لي مثل في أول جلسة في يعني الحوار الوطني فهو رجل شريف طبعا طبعا ينتمي الحزب المصري الديمقراطي أعلن تضامنه معايا العديد من أحزاب المعارضة في مصر فهو إيه اللي بيحصل معارض وشارس ومرشح لانتخابات الرئاسة المصرية في مواجهة رئيس الدولة وياساري وياساري كمان الحدود الأستاذ حزم عمر يعني الحزب بتاعه عنده 50 مقعد داخل مجلس النواب عامل تحالف مع مستقبل وطن قدم اطرحات عظيمة جدا في برنامجه السياسي رؤية اقتصادية وسياسية صحيح إدري يجذب قطاع كبير جدا من النكبين من الشباب وعمل مؤتمرات صحفية الشركة المتحدة في المبادرة بتاعت الميدي يقل كل مرشح إدري الناس تعرف حزم عن قرب المرشح الرئاسي حزم عن قرب فأدي تالت الوفد ده العريق كل سننا نتكلم عنه بتاريخ طويل من العامل السياسي بتاريخ طويل بغض النظر عن يعني ما يعيش الوفد خلال السنوات الأخيرة وده يحتاج تنظيم أكتر ويحتاج نظرة يعني من جمهور الوفد والمنتمين للوفد لأن الوفد المفروض ما كانت أكبر وأعمق من كده في شرع المصر انت قدام أربع حزاب أفرزهم الحوار الوطني اللي حرك قلت عليه فالأول مرة أربع حزاب تتنافس بشراسة على مقعد الرئاسة ده جديد على مصر يمثل الجمهورية الجديدة أعتقد أنه هو جديد ولم يحدث من قبل وليست مصرحية هزلية زي ما بيروج البعض لا في انتخابات حقيقية بيانات يعني فريد زهران اللي أصدرها أمس تؤكد أن الراجل يعني يحترم العملاء انتخابية وبيقول أن ده مصار حقيقي للديموقراطية في مصر لما فريد زهران يقول كده إحنا لازم يعني فريد زهران كان مش بالضرورة الأمن بس هنبقى أكيد سعداء بقى اللي دي وجهة نظر شديد الشراسة شديد الشرف أنا أنا يعني حرجع هورا شوية ماشي فضل لفق تأكدت عن مصاري الديموقراطية هو 2016 لما في مؤتمر شرم الشيخ ممتدى الشغال لما يقعد حاكم الدولة وفي مقارات بتتقال من المؤتمر وإنه رئيس الدولة يقول لك هذه القرارات تتحول إلى قرارات فورا مقارات تتحول إلى قرارات مؤتمر الشباب من إن اعتدنا قبل كده على مين إنه رئيس الدولة حاضر وفي مقارات بتتاخد ربما لا ترضى عنها الحكومة ورغم ذلك إنه الرئيس يقرر إن هذه المقارات هي قرارات واجب تنفيذها وتشكل لجنة ونتج عنها على سبيل المثال لجنة الحفر صحيح لما رئيس الدولة هو اللي يبادر بإجراح وراطري يضم كل الأطياف السياسية معارض وغير معارض ومستقل وأفكار وأفكار مختلفة بسيطة نبي حط الجملة بتاعت جميع الأطياف السياسية باستثناء لو أنا حبيت أضيف جملة واحدة أحدك بتقول له أستاذ عادل إحنا بنتكلم مع رئيس دولة في عز أوج استقراره قوته انتصاره على الإرهاب بنى مصار اقتصادي شديد الوضوح والرصانة والاستقرار بشهدت العالم لا صحيح أي حد تاني في الدنيا ممكن يبقى مش محتاج الحوار الواطني قولك سياسة تواجعة دماغية لكن رغب ذلك إنه هو كل القرارات اللي تتعلق قرارات سياسية كان المقرار سياسية في مؤتمرات الشباب أو غيره كان يوافق عليها يدعو إلى الحوار الوطني هل أنت تضامن إن هذا الحوار هيحصل في إيه ويكون لي نتاج ورغب ذلك يلتزم حتى قبل جلسات الحوار الوطني إنه أي قرارات في إطار سلطات الدستورية هلتزم بتنتزم بتنفيذها فبالتالي إن إذن أنت قراءتك كده لهذا الحاكم إنه لا لديه لديه الإصرار على استكمال مسير التنمية الشاملة بما فيها التنمية السياسية بما فيها التنمية لأن التنمية الناس فكرهاها اقتصاد لا التنمية الشاملة بما فيها التنمية السياسية ومن وجهة نظري إسرار القيادة وعزم القيادة على ضرورة إقامة الانتخابات فهذه الظروف يصب في هذا المصار أيضا يا يوسف إنه إحنا على أبواب مصار سياسي التحاجة الأخيرة فكرة التنوع الحزبي يعني يبقى عندي ثلاثة من الأحزاب هل ده مش مغري للأحزاب بعد كده الباقي إحنا عندنا مية وخمسة حزب إنه الرؤساء الأحزاب التلاثة طلعوا في الإعلام وخدوا كل المساحات الزمنية وخدوا كل الفرص المتصورة عملت معركة حلوة ووضح برمجهم وجوالاتهم متصورة والمؤتمرات الجمالية اللي عملوها قال ده إن ده مش ولادة جديدة من وجهة نظري للحركة الحزبية في ناصل اللي احنا تصورنا وده فكرة إنه في كل الأحوال اللي اقترع خلص في كل الأحوال هيئة الواطن الانتخابات هتعلن لنا النتائج وما إلا ذلك يوم 18 وهيتم الإعلام بالضبط يوم 18 اللي اتنين الجاي إن شاء الله عن اسم رئيس مصر القدم بأمر الله ده دي أفتر تموره ماذا بعد؟ العمل السياسي الحياة الحزبية هل هنقدر بقى أنا أنا بتكلم على الأحزاب الدولة أنا في رأيها عملت اللي عليها الأحزاب بقى تعمل إيه؟ الدرس المستفاد أستغل القصة دي إزاي؟ الأحزاب شافت الطريقة الصحيحة للوصول إلى المصريين بعيدة عن النضارة الحنجورية حينو حتى يعني تدرك ما هو النضارة الحنجورية عرفت إن الشارع هو الطريق الوحيد للتواصل مع الجمهور ليضمهم لأحزابهم عندك عندك يعني بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في حدثي مهمين جدا المحليات وانتخابات مجلس النواب صحيح خلال عام من الآن أعتقد إن فرص الأحزاب المصرية كلها متساوية وعندهم فرصة كبيرة خلال العام دوت إن هم يبنوا علاقات ويحشدوا علشان نشوف مجلس نواب مساحة الحركة مفتوحة صحيح مفتوحة وهو ده الإفراز أو النتاج الطبيعي لبناء يعني دولة جديدة أو جمهورية جديدة تقوم على التعددية الحزبية الأحزاب كلها عندها فرصة للعمل العام للتواصل مع الشباب لجذب الشباب لبرامجها أنا لسه بكلم معك على الوافد أعتقد إن الوافد محتاج في خلال العام دوت إعادة هيكلة وإعادة صياغة لعلاقته بجيلي الشباب